تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للأثاث والديكور والمفروشات و تستمر حتى الحادي عشر من فبراير الجاري بمرجز القاهرة دولي للمؤتمرات وذلك بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العامة بمجال تصنيع الأثاث فضلا عن استضافة 220 مشتريا دوليا في المعرض من 35 دولة إذن للمزيد من المتابعة معنا مراسلة أونلايف دينا حويدق أهلا بك معنا دينا على أونلايف اطلعينا على تفاصيل المعرض في يومه الأول والمشاركة المصرية من بين 220 شركة تفضلي أهلا بكي نوها حتى هذه اللحظة لم تفتح أبواب معرض فرينيكت اندي هوم للجهور حتى الآن ولكن من المتوقع وحسب تصريح المنظمين على المعرض أن تفتح الأبواب للجهور في تمام الساعة الثانية وعشر زهرا من قبل المنظمين كما تعلمي أن هذه هي الدورة الثالثة لمعرض فرينيكت اندي هوم كمعرض مشترك ولكن هي الدورة الثالثة عشر لمعرض فرينيكت بعد النجاح الكبير الذي حققته والدورة الأولى في فبراير من العام الماضي والدورة الثانية في مايو بعد استقبال 100 ألف زائر تقريبا لمعرض فرينيكت اندي هوم في مايو الماضي من المتوقع أن تستقبل هذه الدورة 200 ألف زائر في مركز القاهرة الدولية للمعرض كما ذكرت أيضا هذا المعرض بيقام على مساحة 40 ألف متر مربع بأربع أربع صنات ما بين المفروشات والإضاءة والأرضيات وأيضا الزكور لو تحدثنا عن المنظمين فبينظم هذا المعرض المجلس التصديري للأساس والغرفة الأخشاب والأساس باتحاد الصناعات والشركة الدولية للمعارض أعود عليك مرة أخرى نعم طيب أحدثينا أكثر عن صناعة الأساس في هذا المعرض وهنا أقصد المشاركة المصرية كيف هي الأحوال؟ هل لديك مشاهدات متابعات؟ ربما لقاءات مع الجانب المصري في هذا المحفل الدولي المعني بالأثاث إذا جاز التعبير نتحدث عن 200 شركة وبالتالي المنافسة حاضرة وبقوة في هذا المعرض كيف تريها من مشاهداتك؟ نعم هذا المعرض يقتصر فقط على الشركات المصنعة في مصر يقتصر فقط على الشركات المصنعة نتحدث عن 200 شركة مصرية أيضا هناك بعثة من المستثمرين الدوليين بالفعل تم دعوتهم لهذا المعرض نتحدث عن 220 فرد من الشركات الدولية من 25 دولة من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية لكي لا يطلعوا على المنتجات المصرية هنا وعن قرب وعن مزيد من التعقدات المصرية وفتح أسواق للتنافس في الأسواق الدولية أيضا هذا المعرض بيضم شركات كانت في الأصل شركات للإستراد ولكن هذه الأول مرة يتوح لهم الفرصة للتصنيع وتوجد أيضا شركات صغيرة جنبا إلى جنب الشركات الكبيرة لإكتساب خبرة المعارض وخبرة عرض المعروضات أيضا إلى جانب هذا المعرض بيوجد ندوات متخصصة لصناعة الأساس يحضر فيها كبير الكبار المصنعين أيضا يوجد مصابقة لصغار المصنعين ويتم إعلان النتائج في آخر هذا المعرض نعم دينا حويدق حدثتنا من معرض فيرنيكس أندا هوم أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ترينيكس ترجمة نانسي قنقر